رح ننتقل إلى فقارتنا الثانية ونحكي فيها عن الجهود المتواصلة ضمن حاضنة دمر المركزية للحراف التراسية للحفاظ على الحراف اليدوية والإصرار والمواصلة على تعليم لمختلف الشرائح بالمجتمع ما بتعرف عمر ما بتعرف أي حاجز لأي حدا عنده إبداع ينضم لهذه الحاضنة الحرفية وأكيد رح نحكي عن الدورات الموجهة لمختلف الشرائح اليوم وعن الدورات وشو هي أبرز الحرف اللي انضمت للحاضنة وشو رح يكون جديد الحاضنة لعام ٢٠١٤ رح نحكي كل هاي التفاصيل اليوم مع شيخ الكار عدنان تنبكجي أمين سر هيئة مدربية حاضنة دمر المركزية للفنون الحرفية صباح الخير صباح الخير يسعد صباحك يا أستاذ وكام وانت بألف خير يا رب يعني قبل ما نبلش نحكي عن تحضيراتكم بالسنة الجديدة والأمور اللي كانت بسنة ٢٠٣٣ خلينا نعطي تعريف بسيط للمشاهدين عن حاضنة دمر اليوم حاضنة دمر مركز تجمع لكل الحرفيين المبدعين وبتستقطب مثل ما قالت زميلتنا نوعه كل شرائح المجتمع في موضوع التعليم هدفها الاستراتيجي تعليم الحرف اليدوية التراسية والتقليدية من الخوف عليها من الاندسار كثير ناس عم يجينا من كل شرائح المجتمع في ناس كبار بالعمر وعم نشجعون انه ما طافوا القطار لو طرعوا تقاعد فيه يجي يتعلم وحصل هذا الموضوع وبالاخير بنطلق لسوق العمل وبيساوي المميزين والناجحين اللي احنا كمان نستقطبون فرص عمل المنيحة بالحاضنة عم تكون وخصة انا بشجع اهل المنطقة يعني بيدمر لانه تعرف اليوم مواصلات يعني فيه صعوبة او بيروح زمن من اليوم اللي الواحد بدي روح مثلا نص صاعة ويرجع نص صاعة هذا المكان وما حوله بيساعد على انه بنفس المكان يساعد كل واحد حابب يتعلم وفرص العمل المتاحة يعني ومكان للمبدعين وابدعنا بهذه الحاضنة وانجزنا وصلنا لموضوع السك الملكي انا واحد منهم صار في عنا مشوار كتير حلو وما رح يتوقف لانه الابداع رح يصال تبعنا ان شاء الله كان يوصل بطريقة غير مباشرة صار هلا يوصل بطريقة من الحرف المبدع بطريقة فنية مباشرة ابداعية وكتير عم ننجز والدورات تعطي سمارها السمارات اللي عم ناخدها بهذه الدورات لكل واحد عم يتعلم او كل صبية هي كمان فيما بعد وتكون عندها قدرات عالية كمان ممكن ان هي تصير تعلم خلينا نركز اليوم على الدورات لعام 2024 اكيد الحاضنة بيتم توسيعة من خلال زيادة عدد الحرف يلي عم تنضم لإلى من مختلف المجالات خلينا نحكي عن الدورات يلي هلأ رح تصير لعام 2024 والله هلأ فيه تركيز على موضوع النول اليدوي تعرفين البروكار عم يكون تواجده خجول إن شاء الله هلأ أصدقائنا حطوا زملائنا بيحطنا الدمر النول اليدوي وعم يهيئوا لموضوع الدورات التدريبية عداكي عن كل موضوع الحرف منازم أنواع الحرف اليدوية تشتهر فيها دمشق أو كل سوريا عم يكون مفتوحة هاي الدورات بما فيهون حتى للصبايا فرص العمل أن يتعلموا موضوع قص الشعر اللي بتكير ومينيكير هدول القصص اللي أنا ما كثير بفهم فيها عم يتعلموها وبالآخير بنتلقوا وبيفتحوا صالونات وحصل هذا الموضوع أنه حاسيات موضوع الأغباني إجانا موضوع الأغباني هذا جديد كمان حرفيين وسيدات المجتمع بأرياف دمشق مشهورين كثير فيهم الأغباني الأغباني الحمد لله هلأ صار في عنا الأغباني متوفر بحاضن الدمار بشكل واسع وفي عنا موضوع الدهان الدمشقي كمان دخل جديد الدهان هي الرسمات النباتية وتوسق على أنه اسمها هي ما لا اسمها الموضوع الحرفي الدهان العجمي صار اسمه الدهان الدمشقي وعلي إقبال موضوع توسع النحاس النحاس له كتير محاور صار في توسعة كبيرة بالنحاس ما يخص موضوع تسكب النحاس تشكيل المعاعدين والطرق على النحاس، خريق النحاس الشرقي كمان كل هذا متوفر موجود استخراج جزيوت العطرية كمان موجودة وتنزيل الصدف على الخشب في عنا موضوع الانجارة الحياة أصاص كتير بما يخص الحرف موجودة وكله عليهم دورة هات كله جديد هلأ العام 2014 ولا كان سابقاً؟ كان سابقاً بس عنا جديد الأغباني أنه الهلأ بيصدد أنه إن شاء الله بيتفعل موضوع البروكار ويعني ما كان هذا بالأول هلأ صار موجود تماميم كان خلال الفترة الماضية كان عنكم مشاركات عديدة كان مع جامعة دمشق أو اتحاد الكتاب العرب استاذ للتعريثين كان عن أهمية الحرف التراثية والحفاظ عليها اليوم شو الجديد بهذا المجال؟ هلأ موضوع حكيتي يعني موضوع كتير مهم بموضوع التنسيق مع جامعة دمشق وكلية الأداب بالتحديد أنه صار عملنا مهرجان رائع وصار دوري الحمد لله يعني الحنا صار عنا هذا المهرجان دوري أنه كل سنة بيصير والأغلبية عم يكونوا شاركين المشاركين عم يكونوا من حاضن الدمر يعني فينا نقول الأغلبية عم يكونوا وعم يفعلوا موضوع الحرف وننشر الوعي الثقافي الحرفي عن طبقة مهمة كتير بالمجتمع قدام الصبايا والدكاترة والطلاب الجامعيين يعني اليوم عم نحببهم بهذا التراث العريق التراث المجد لحنا في ناس كتير معندهم معلومات كافية عنهم وعم نشرحهم خلال هذه المعارضة اللي عم تصير بالكلية وعطيت صدق كتير حلو وكمان نستفاد لحنا من استثمر هذا المكان اللي هو مننشر موضوع الماركتينج منسوق للحرف اليدوية والتحف الإبداعية تبعنا الجديد كمان بهذه الحاضنة حكينا قبل هلأ موضوع أصدقائنا وزملائنا الحرفيين بإتكية سليمانية صار مكانهم كمان هذا المكان استراتيجي اهتمامات كبيرة من وزارة السياحة عم يشتغلوا صراحة يعني إذا بتروحوا بالليل ونهار عم يهيئوا المكان لهذه الحرفيين المبدعين زملائنا منشان منزيد الإبداع بإبداع ونحنا منكبر فيهم هنين بكبروا فينا ومنصير عنها صرف عالي بالمجتمع مو بس لسوريا وإنما لكثير من الدول لأنه بتعرفوا سوريا مشهورة بإرسال حضاري بالتحف والحرف اليدوية التقليدية والتراثية اليوم عدنام أنت شيخ الكار بالنسبة للفنون النحاسية والتشكيلية شو هي مخاططاتك بالنسبة لهات الاتجاه حسراً بعام 2024 في شي جديد هلا؟ هلا لحنا في عنا مثل لو كان شعبي منقوله لحنا عمفكر كمان منوصق الأمطال الشعبية وهي ما في مثل طلع من زمان خاصة بالشام إلا ما لقصة بيقول لك قلة الخياطة بتعلم التطريز الحقيقة السوق شوية نايم يعني تعرف الوضع الاقتصادي عن كل الناس يعني ممكن ما يبدو التحفة أو الحرفة أو الشي اللي هو كمالية الكماليات ببعدوا عنه شوي بهالظروف لحنا بهذا الوضع يعني بدنا نتجه للإبداع أقوى ما أنه نكون مجغولين بقطعة معينة أو بتحفة معينة همد السوق بس التجارة كلها على طول كل شي بيموت ثم بيحيى قلة التجارة تموت وبدا تحيى يعني في استمرارية إن شاء الله بهذا الوقت اللي هو هادي فيه ريلكس على موضوع التسويق والبيع المنتجات الحرفية لحنا منتجه على أنه نخلق الإبداع المبدع اللي هو أساسا ما فيه مبدع بالعالم إلا ما بيكون أساسه حرفي بدي يكون محترف بدي يكون بادي أول شي بخطوات لأنه لا يوصل لهذا الإبداع المبدع يعني بتعرفي هذا الحرفي بيختلف شوي عن الصناعي الصناعي بيخاطب الماكينة بيعطيها أوامر وبخاطب الآلة وبعدين بيطلع المنتج وربما يحدث أساطل بيعالجوا بطريقة فنية ديناميكية إلى آخر بينما الحرفي اليوم بيخاطب الروح بيحكي مع الأطعاء اللي قدامه وبيغازلها وبيقول له كيف بدك تصير بكرة اليوم ما الصناع رح نساويها للمقسم بكرة رح نساويها لقسم بيضال عم يخاطبها وبيحكيها لأنه هي فعلا روح وعم يخاطب الأطعاء إنه تصير بأجمل حالاتها وبيوقفتها إن كانت من الخشب أو من المزيق أو من الصداف أو من النحاس إلى آخر معناته هون إحنا الحرفيين تبعنا مميزين كتير عن دول العالم وعندهم إبداع ووصلوا للنجومية العالمية بس ما رح يتوقفوا أنا واحد من الناس ما بوقف لأنه الأمل على طول موجود وحرفنا مطلوبة إبداعاتنا الحمد لله موجودة لو كان في ضعف أسوأ بس لابد ما أنه تنشط التجارة وحرفنا عليها أخوال بكل دول العالم تمام يمكننا بالسنة الماضية يمكننا واجهتوا صعوبات أو تحديات اليوم بعملكم ضمن الحاضنة هل أدريم إحنا بهذه السنة نتجنب هاي المشاكل في خطة عمل أو آلية معينة رح تتبعوها؟ والله أنا بنصح يمكن تتفاجأوا بهنين هلأ أنه شو هي المواجهات اللي حين نواجهها لابد ما أنه يكون عنا شح ببعض المواد الأولية مثلما حال أي دولة ما بالك في سوريا بين الأقرباطين يصير عليها كمان الجائرة نحنا التهيئة اللي بدأ تكون أهم من المواد الأولية راحة البال الحرف اليوم لازم يكون حتى يبدع لأنه عم يشتغل بالفن بده يكون مرتاح البال والظروف ما عم تخليه يكون مرتاح البال أنا بنصح كل واحد حرفي فنان أنه يتجه عن بيته أنه من البداية بده يطلع من بيته مبسوط ولابد ما أنه أسرته تساعده على أنه تنشر السعادة بهذا الفنان اللي هو رب البيت وهو الوضع الاقتصادي عم يكون بإيده ذلك مننشر السعادة وإن شاء الله كل عام قمتوا خير وكل حرفي عم يسمعنا بسوريا وغير سوريا يكون يزرع التفاؤل والمحبة وزوجاتهم يعني كمان أنه يزرعون المحبة والسعادة حتى أهل البيت وأسرة البيت حتى تطلع تحفل فنية الإبداعية غريبة وبيستفادوا فيما بعد بين وضع الاقتصادي لأنه إذا أطعى حلوة وفنية وفيها إبداع أكيد رح يدخل الدخل الاقتصادي والكل بيستفادوا بيستثمر هذا الإنجاز أكيد أنا عندي فضول أعرف شو آخر تطورات أو شو صار بحق الملكية بالنسبة للعبة الشطرنج اللي تم اقتلاعه لعبة الشطرنج حكينا عنا كثير وما بدي حدا يقول وفي عنا غرور أنه أنا أحكي عنها لا هي بتستاهل أنه نحكي عنا حلقات مطولة ووصلت لكثير من دول العالم حققت اللي أنا بديها وربهم ورب العالمين رزقني أكثر مما أستاهل هاي الرقعة طبعا حكينا أنه مالها توراسنا وإنما أنا زرعت فيها كل شيء من الألف إلى اليأبي توراسنا السوري وكمان من ركز على موضوع الرموز اللي حطيناها الرموز اللي حطيتها أنا بيسترنج مالا موجودة عند حدا بالعالم أبدا 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 والحكي هذا موسق سك الملكية أخدته أنا أنا هاد اللي بدي عرفه سك الملكية أخدته أخد سك الملكية والحمد لله سك الملكية كتير بفيد صار عنا اثنين سك ملكية لزمينا محمد الكوزوك وأنا بموضوع الشطرنج هو بموضوع الكرة اللي هي من الخشب وإن شاء الله يعني نزرع التفاؤل بكل واحد عم يحضر حاله لياخد سك ملكية ثلاثة وأربعة وإلى آخره بصير عنا ملكيات بهذه الحرف اللي سابقا بالأحداث كتير من تحف الفنية الإبداعية سرقت وراحة وراحة ما إلا ملكية بينما هلا صار في عنا توصيق وعنا ملكية أولا من التأليد وتاني شيء من أنه ما تنسرق والشغلة الثالثة اللي هو بتصير في قوة للبيع يعني اليوم نحن عصر الماركيتنج والتكنولوجيا أنه فيه فن مزدهير وكتير حلو لموضوع بيع القطعة بطريقة فنية رائعة فيه عنا شرح للقطعة كيف عم يكون تفاصيلها وفيه عنا من صاحبها خطوات العمل صور بكل جوانبها وقدش فيها مثلا إذا كان فيها ذهب نذكر قدش فيها مثلا كم جرام ذهب وهي مصنوعة من وين وشو هي الرموز وتخضع لمعايير كتير كتير صعبة لحتى بالآخر بيحصل على الساكل الملكي وهذا الشيء رائع في سوريا ما حصل قبلها الحمد لله الأمور في تطور وأنا بطلب إن شاء الله من شاشتكم الكريمة إنه هذا الحرفي مو بس الاتحاد العام الحرفيين ووزارة الصناعية دعمته كمان إحنا معنيين بكل شيء حتى بوزارة التعليم العالي ووزارة التربية ووزارة السياحة ما عم يأسره ووزارة الاقتصاد ما عم يأسره لكن نطلب المزيد حتى نعطي المزيد واليوم إحنا بمشروعاتنا الصغيرة ومتناهية الصغر هي اللي بدأت تنهض البلد بصراحة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر هي اللي بتنهض البلد وهي اللي بتشكل يعني جيش اقتصادي قوي بيدعمه الوضع الاقتصادي اللي احنا عمنا طيب خلينا نرجع نحكي عن الدوريات اللي عم تقام اليوم ضمن الحاضنة ويمكن كل شخص حابب يتعلم مع حرفة معينة حرفية دوية هو يمكن بحاجة لفترة كتير طويلة خلينا نحكي قد عم تكون مدة الدوريات شو الأساسيات اللي لازم يتعلموها وشو أكتر يمكن العناوين والأفكار اللي عم يركزوا عليها اليوم الشباب هلا المعايير اللي احنا ما في عنا شرط انه يعني فوق الخمسة عشر سنين بيكون او طمنتاشر سنين وما فوق بيقدر يجي يتعلم صابية شاب كبير صغير حتى زوي الاحتياجات الخاصة اللي احنا عملنا لهم دورات ولقينا عندهم أفكار مجدية وانطلقوا شوي لسوء العمل ولو كانوا بأعمال بسيطة عم يساوقوها متل ما انه اللي بتعلم متوسط عمر الدورة البدائية عم تكون ثلاثة شهور لكن ما تكون دورة أولى بده الثانية والثالثة إلى آخر المبدع والشاطر واللي عنده المام وعنده رغبة يتجي وين حابب اتجاهه هالي يترى بالنحاس هالي يترى بالأغباني يترى بالنه اليدوي بالخياطة بالخشب إلى آخر يتجي وين هو بده يعني وزا ما بيعرف هو كيف بده يتجي أو ما عنده هذيك المعلومات احنا من وجهه من خلال جلسة معه يعني ولتكون ساعة انه نفهم منه شو اللي يحابه ومن وجهه احنا بإرشادات اللي عم تكون غالبا صحيحة لكن اللي احنا عم نعاني اليوم أولا موضوع المواصلات سيد وزير السياحة كمان بوجه له التحية مرارا وتكرارا على وعدنا انه ان شاء الله بتكون مواصلات قائمة وعن قريب بموضوع الحاضن انتهينا ان شاء الله بالمواصلات وحلمنا بيتحقق الكهرباء البلد حالنا حال غيرنا عم عاني بس ان شاء الله ساوينا طاقة كمان بدعم من وزارة الاقتصاد وهلأ ان شاء الله في مشروع عن يقول ان شاء الله السياحة يا رب وزارة السياحة بتدعمنا والاتحاد ما عم يأصر بالامكانيات المتاحة موضوع اليوم الشاب هو ادي جي يتعلم يعني اللي احنا فينا نعطي عزر وبنفس الوقت بتنجيها دعمة انه هذا الشاب احنا عم نساهم عملنا دورات مجانية كتير لكن اليوم الحرفي ما عد يقدر يعطي دورات مجانية او شيخ الكار يعني احنا في تعليمات انه جزء من المبلغ اللي بدي يكون للدورة وولد تكون فرضا دورة بخمسمائة الف احنا عم نساوية بمئتين الف هذا ميسار طيب هذا الشاب اللي اليوم بيكون عم يشتغل ليعين اهله او ليعين نفسه بده يوقف عن العمل اللي يجي يتعلم بدال ما يجي يدخل صار اليوم بده يدفع اذا في جهة معينة تدعم ولو بالسنة مرة لشباب عنده الكفاءات العالية طيب دينوون ياهون دين انه هاي الدورة تكون مجانية نحن ساهمنا كمان غير نخلي ساهم انه دورة مجانية مثلا لفئة معينة لصاحبين كفاءات معينة وفيما بعد هدولة راح ينطلقوا لسوق العمل ربما يعني ممكن بسنة الشاطر راح ينطلق لسوق العمل وحكيت انا انه فرص العمل متاحة حتى عنا بالحاضنة اليوم نحن بحاجة كثير للحرفيين الماهرين المبدعين وبالنهاية هو بصير عنده دخل جيد جدا اليوم الحرفي ما له فقير الحرفي بابداعه بانامله الدهبية عم يصير غني هو وكمان اهل بيته يعني من زمان كانوا يبتجه اليوم الصباية اذا واحدة خطيبة مثلا احنا ما نشجع على التعليم اكيد وما نبعد عنه ما فينا نستغني عن التعليم لكن اليوم بيقلوه كمان مثل اول اهلنا كانوا يشجعونا على الصناعة والحرفي ونزيل تعالى شو بيشتغل والله مع احترامي كل الموظفين يقولوا موظف طيب موظف اليوم ما عنده قدرة هو يعيش كيف ده يعيش ويفتح بيت بينما اذا واحد عنده منشأة حرفية كمان من هذا الباب يتجي هذا الحرفي اليوم بالاضافة لعلمه يتجي يتعلم حرفة يدوية فنية ابداعية وفيما بعد رح يندخلوا دخل اقتصادي مني يعني اليوم حضرتك عنام حكيت عطت كتير تفاؤل لكل الشباب ان كانوا شباب وصبايا ومن مختلف الاعمار ومن مختلف شرائح المجتمع يعني انهم يعملوا دورات ودائما للتراس فينا نرجع احنا للتراس ونطور منهم وطم عملت حضرتك انت بلعبة الشطرنجة ذكرت انت انا ووقفة عند كلمتك انه ممكن صارت ثلاثة ممكن تصير اربعة من خلال نظرتك انت للاعب انا ساويت ثلاثة ونفس الرقعة هي شكل مسدس ابعاده ثمانين سانتي عامي الرقعة من ثلاثة اشخاص اذا ما حب يلعب ثلاثة اشخاص تنقام وتنلحط باللعبين لانه قوانين جديدة بالاتحاد دور الشطرنج ما نزلت عن ثلاثة اشخاص بس هي ممكن تصير اربعة وممكن تصير اربعة اربعة اسهل ما انه تكون ثلاثة اصعب الشيء اذا شحد هى شخص هى شباب يتكرم ويجي بطور اكتر اربعة اكيد الاربعة اسهل يعني الخطط او التقسيمات الهندسية اسهل ما انه تكون ثلاثة ثلاثة اصعب الشيء اهم اليوم عفوان اهم النصائح لكل الشباب اليوم يلي عندن حرفة بايدهم وما هن قادرين ينتسبوا او ينتسبوا عندكم للحضنة أو يعملوا دورات أكيد بسبب ذكرت حضرتك المواصلات أو ممكن يكونوا بغير بلاد أو شوية صعوبات شو النصيحة الأهم لكل شاب أو صبية في حرفة بإيدهم ممكن هيك تسهل عليهم الصريق شوي بالعكس أنا بشجع عليهم ويتابعوا وما يوقفوا والتطور قائم والإبداع ما بوقف والإبداع ملك كل الناس يعني كتير ناس أحيانا بيكون شغيل عند معلم بيصير عنده كفاءة عالية أكتر من صاحب العمل اليوم اللي عنده والله إلمام أو عنده نوعا ما المفهوم بالحرفة تبعه ما يوقف ويتابع والأفق مفتوحة اليوم عكس أول زمان كانت الأمور كتير محصورة بينما اليوم الانفتاح العالمي والتكنولوجيا والتطور والآلة الآلة شجعت لحنا المنتج اليدوي يعني اليوم وقت بتحطي منتج آلي ومنتج يدوي فورا العين بتنظر للمنتج اليدوي لأنه فيه روح مثل ما حكينا بشجع على أيدون وصابية شاب كبير بالعمر فاته القطار ما في قطار يفوته يجي يتعلم ولو كان عمره ستين سر بيأنتج وبيصير عنصر فعال بالمجتمع وبيدخل دخل اقتصادي لبيته وما له صعب أبدا وكتير إجانا ناس متقاعدين في ضباط بالجيش متقاعدين إجوا وتابعوا عنا وصاروا هلأ يأنتجوا ويسووا ومنتجون هنين بإيدون يعني عن طريق التواصل الاجتماعي وصاروا يعني القطعة الفنية عم بتعود معه عشرين خمسة عشرين يوم وبعدين بيبيعا ربما الناتج تبعا الاقتصادي عم يفوق راتب موظف مع احترامي لكل الموظفين إذن تفاؤل قائم ولابد ما أنه التجارة تنشاط لأنه كل شي بيموت مثل ما أنه والتجارة بتموت وبتحية الصبية شاب كبير بالعمر مرحب فيهم بالحاضنة الدورات قائمة إن شاء الله بعد شهر اثنين لأنه فيه هلأ كمان افتتاح بسيط عم يكوننا موضوع انضمام إخواننا وزملائنا بتكية سليمانية رح يصير افتتاح جيد إن شاء الله على مستوى سوريا ومرحب بكلمين عم يسمعنا بشاشة الإخبارية لعالطول ما بتأثر مع الحرفيين أنه يجوا يزوروا هاي الحاضنة هاي المنشأة الحرفية منشأة الإبداع منشأة التطوء منشأة الحرفيين منشأة تاريخ المجد لكل واحد يتذكر شو هو الأرس الحضاري اللي ورسونا يا أبا أنا وأجدار أكيدة بالخطام شيخ الكار عدنان تنبكجي نتشكرك كتير ونتشكر كل حرفي سوري هم يحافظ على هاي الحرفة التراثية رغم كل الظروف والإمكانيات شكرا لإلك سيدة عدنان وشكرا لجرعة التفاعل اللي قدمت اليوم لكل الشباب ولكل حرفي إن كان شب أو صبية شكرا لإلك شكرا لكم كل عام تبخير بوجه تحييي الأستاذ بناجي حضوي رئيس الاتحاد العام للحرفيين للدعم الأكبر وللأستاذ لأيشاكو مدير حاضن الدمر شكرا لكم